مواطنون عدوا استمرار الحكومة بوضعها الحالي كتصريف للأعمال اليومية إعاقة لإصدار القوانين والقرارات وإبرام العقود والاتفاقيات وغيرها كون القوانين التي تنظم عملها بتصريف الأعمال لا تمنحها مثل هذه الصلاحيات رافضين أي محاولة للالتفاف على القوانين حكومة تصريف الأعمال الحالية جاءت تستغل للوضع الذي يريد أنه تماطل تزيد بالفترة يعني فترة الـ 15 يوم راح تنقضي على استقالة عادل عبد المهدي فهذا كله جاءت تستغل للحكومة الحالية من أجل أنه يعني تصدر قرارات أو قوانين مجحفة أيضا في حق الشعب العراقي أكيد أعمالها يومية لا ترتقي إلى مستوى القرارات المصيرية قد تكون على مستوى مثلا خارجي أو داخلي أو تصني القوانين أو تشريعات فهذه من ناحية الدستورية توقفت أعمال الحكومة بقى تصريف الأعمال اليومية التي تطلب قرارات إدارية وغيرها موازنة لم تنجز حتى الآن وقوانين معدة للتصويت ينتظرها الشارع ومهلة دستورية تكاد تنقضي ولا بوادر لحل أزمة اختيار المرشح الذي سيشكل الحكومة المقبلة والتي تنادي بعض الكتل السياسية بأن تكون حكومة مؤقتة تهيئ لانتخابات مبكرة ترضي الشارع المحتج من بغداد محي الأنصاري أنبسي عراق